إذا ذهبت إلى إدارة لتخليص معاملة أو مصلحة ورأيت الموظفين ملتزمين منضبطين فاعلم أن وراءهم مديرا يراعي حق الإدارة وتلك صفة المدير المسلم فهو يتميز بالجدية والحزم والمتابعة والتوجيه وعدم ترك المجال للإهمال والتلاعب ولا يتردد في معاقبة المهملين والمقصرين ومع الحزم فهو يتحلى بالرفق بالموظفين والمواطنين فيعاملهم باللين ويمنحهم كل التسهيلات التي يسمح بها النظام ويتمتع بمكارم الأخلاق والسمت الحسن ليكون قدوة لموظفيه في الأخلاق والانضباط وهذا أدعى لاستجابتهم له والتزامهم وهو عليم بكل شؤون الإدارة حافظ للوائح وهو عفيف النفس لا يقبل الرشوة ولو سميت بهدية أو إكرامية قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول أي خيانة وهو حكيم في قراراته لا يتخذ قرارا إلا بعد دراسته جيدا مراعيا تحقيق المصلحة العامة ودرء المفسدة ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولا يستبد بالرأي بل يشاور أهل الرأي والحكمة فيضم عقولهم إلى عقله ورأيهم إلى رأيه ويعامل الموظفين والمواطنين بالعدل والإنصاف فلا يمنع أحدا من حقوقه ولا يجامل أحدا على حساب أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المقصطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولو ترجمة نانسي قنقر